على شاشة الحدث المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين جبهة لبنان غير مفيدة لغزة وجرت إليه الضرر تحدث أيضاً أن حرب لبنان لا تنفع الشعب الفلسطيني جبهة لبنان غير مفيدة لغزة وأيضاً قال بأن لابد من تسليم سلاح حزب الله قال نريد تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني في ظل وجود سلاح غير سلاح الدولة يبقى القلق قائماً لم نرى من إيران ومحورها عملاً يتناسب مع مأساة غزة ولبنان تحدث عن أن دعم إيران لحزب الله لم يكن على مستوى الخسائر التي وقعت إذن هذه معظم التصريحات الآن التي جاءت على لسان المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين للحدث تعليقك على ما جاء في هذه التصريحات سيد أنتوان طبعاً هذا الكلام محق ومعه حق وفي كتير من أهلنا الشيعة يفكرون مثل علي الأمين وغير علي الأمين بس للأسف ويكون في حزب مسلح ومهيماً على الواقع البيئة الشيعية اللي تاب على إله طبعاً في كتير يخافوا يحكوا أو يتكلموا بس اليوم يكون في حرية بالكلام وما يكون فيه سلاح مهيماً على الطائف الشيعية أكيد كل الطائف الشيعية بتفكر مثل علي الأمين وغير علي الأمين للأسف يعني هل ترى الآن بعد كل هذه التطورات أن ما ذكره المرجع الشيعية هو يعبر بشكل أو بآخر عن جمهور حزب الله بعد كل ما حدث الآن بعد كل هذا النزوح لأكثر من مليون بعد هذه الأوضاع في لبنان أنا أكيد أنا أكيد أنه اليوم أهلنا الشيعة صاروا بمكان آخر بمكان بعيد كل البعد عن حزب الله وإيران خاصة اللبناني ما ألو على أي علاقة بالفرس وإيران للأسف الإسلاح وسياسة إيران هي القمع بدون يقمعوا الشعب اللبناني والطائف الشيعية مثل ما عم بيقمعوا الشعب الإيراني هذه ما بتمشي باللبنان لبنان دولة فيها ديمقراطية الإيران ما فيها ديمقراطية فاللبنان معود على الحرية والديمقراطية فبتأسف قول أنه إيران عبتغلط كتير عبتغلط كتير ولبنان ليس إيران اليوم كل الشعب اللبناني ضد إيران وما عند فيه أحدا يقدر يقلي اليوم أنه إيران غير محتلة لبنان إيران محتلة لبنان بواسطة وكيلة يلي هو حزب الله وما أحدا يقلي العكس لأنه كل البراهين صارت موجودة فيه إيرانيين عم يموتوا في لبنان طبعا ما أحد عم يعترف فيهم بس فيه إيرانيين ماتوا في لبنان فيه إيرانيين ماتوا في سوريا هذا بيدل أنه إيران محتلة لبنان مثل ما محتلة سوريا ومحتلة العراق واليمن فصار اليوم الشعب اللبناني خاصة طائفة الشعية يلي هي أكتر شي عطت شهداء وضحة والدمار اليوم نحن متكلين عليهم إن شاء الله يصير فيه انتخابات حرة ومنشوف أنه هالطائفة الشعية أكيد ما رح ترجع تصوت لحزب الله وحتى حركة أمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر